أزمة محمد الشناوي وأحمد الشناوي إيه حكاية أحمد الشناوي الرقم أولا مش الرقم الرقم ده الجزئية اللي ظهرت كود ده لنكن هنا على الشاشة لما الصورة اللي تم التقاطها للحراس الثلاثة في المعزكر صبح صورة معينية بالضطط لو بسلت أستاذ كريم في الصورة هتلاقي أن صبح رقم أعتقد لابس 23 و20 وأن أحمد الشناوي لابس واحد محمد الشناوي مش لابس رقم هبدأت التساؤلات هنا وليه محمد الشناوي مش لابس رقم واحد فالناس خيرت في سكت لا ده أحمد الشناوي تمسك بالشيرت رقم واحد وحصلت الخناقة والشناوي سكت والشناوي قال لا أنا ما عنديش مشكلة لما لقوا رقم 16 فادي فرح لابس 16 وهو اللعب الماتشين لعب 180 ديئة لكن موضوع له بعد أكبر من كده ايه بقى أول ما بدأ المعسكر كان ما كانش فيه محترفين فما كانش فيه كمان محمد صلاح فكان فيه نظام من اللي حيبقت كابتن حين وصول المحترفين بالضبط فالراجل اختار فيتوري اختار محمد الشناوي ومحمد إبراهيم فاعترض أحمد الشناوي قال أنا أقدم من الاتنين أنا أول ما بدش لعبته مع منتخب مصر أمام البرازيل في قطر البرازيل كسبته 2-0 وأنا أقدم وأنا اللي عبته قبل الاتنين وأنا اللي أبقى كابتن المنتخب الراجل استأمن من هذا الموقف وشعر أن أحمد الشناوي يعني مصير للجدل مع تردد قصة البيتشيرت فيعني أنا عايز أقولك أنه فيه اتجاه أن فيتوريا ما يستدعيش مرة أخرى أحمد الشناوي والمفاجأة كمان أن أحمد الشناوي حيكون متقبل ده ومستوعبه وراضي عنه راضي عنه العبش مع منتخب مصر مش مستريح أنه يكون موجود مع فيتوريا مع جابوش لأنه حتى في المحاضرة اللي قبل ماتش ليبريا كان مهيئ نفسه أنه هو يلعب حتى كان فيه تقارير بتقول أنه نهاردة أحمد الشناوي يلعب إيه سبيه يفاجأ أنه هو بره الماتش وكان احتياطي بل وقعت كمان التسعين دقيقة ما شاركش ولا سنين غريب أحمد الشناوي أولا دراج المأثر في حق نفسه تأصير مش طبيعي كل المضربين الحراسي اللي عادت إنه هو رقم واحد في الموهبة في مصر هو بيقوله أنه هو رقم واحد سباك من قدرات محمد الشناوي استمراريته بس بيقولك أحمد الشناوي كموهبة هو الأكثر موهبة بين حراس المرمى أثر في حق نفسه كثيرا طبعا لسه راجع يدوبك مع برامل زو بيلعب كم مباراة نضم سريعا لمنتخم مصر فالأمور بالنسبة له مفورد تبقى هادئة ما فاشي أزم الحقيقة يا دين هيدي القصة يعني بالضبط فيعني ممكن جدا تلاقي أما عارقة لما أسكر أعتقد أن نلاعب بالجيكا في الكويت في نوفمبر ممكن ما تلاقيش نحمر الشناوي من جسر المنتخم